اشتركوا في القناة يعني رح يتنقل ما بين الحوت وينتقل للحمل طبعا القمر الآن هو في منزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح ورح يمكث فيها حتى تمام ساعة عشر وثلاث دقائق من صباح اليوم الاثنين 18-11 طبعا بتوقيت الأردن الساعة واحدة وثلاث دقائق بانتقل القمر وبصير في منزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا من الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد هي جيدة لعلاج الأسنان والعمليات الصغرى وتقليم الأظافر وحلاقة الشعر طبعا بما أن القمر موجود في برج الحوت معناته تأثيرات رح تكون علينا من تأثيرات برج الحوت لغاية ساعات الصباح فبتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة نشعر بالضياع وما مننجح بالتركيز على موضوع معين منتدمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزووا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة نقع في حبائل الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور واختناء آل التصوير طبعا احنا الآن موعد بث الحلقة في فترة خلو مسار وخلو المسار هاد رح يستمر حتى تمام الساعة عشر وثلاث دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش من صباح اليوم طبعا يعني الساعة وحدة وثلاث دقائق بتوقيت الأردن بانتقل القمر وبصير استقر في برج الحمل هذا يعني انه احنا الآن في فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع حقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا الحدث اللي رح يصير في فترة خلو المسار هو انتهاء تراجع المشتري عشان هيك شوي يعني شوي بدنا نركز على هاي النقطة رح ينتهي تراجع كوكب المشتري اللي بتراجع اللي هو حوالي أربع شهور في برج الثور في برج الدلو عفوا طبعا رح ينتهي هذا التراجع الساعة خمسة ونص صباحا بتوقيت جرينيتش يعني ثمانية ونص بتوقيت الأردن ورح يرجع للحركة الأمامية طبعا لما كان المشتري يتراجع فلهينا انه الحظ اختفى تماما عند معظم الأبراج وبصير فيه فقدان للحماسة ما عنا رغب لإنجاز أو إتمام الأمور وبخف تفاؤلنا من صير سلبيين شوي بصير فيه نوع من أنواع التعطيل أو حصل تعطيل في مجالات بتتناول إشيء له علاقة بدور النشر بالصحافة مشاكل في هاي الأمور الأمور اللي إلها علاقة بالعملة والأسواق المالية برضو صار فيها فوضى الأشياء اللي إلها علاقة بالدراسة الجامعية صار فيها فوضى بتخصص نقل من تخصص تسجيلات دراسة امتحانات صار عليها فوضى برضو اللي بيشتغلوا في المجالات اللي إلها علاقة بالفلسفة أو المجالات اللي إلها علاقة بالدين أو رجال الدين نلاحظ أنه صارت فيه نوع من أنواع كشف المواضيع أو الخبايا أو المهاجم لإلهم بشكل أكبر من المعتاد اللي كانوا باعتمدوا على السفر أو بينتظروا أمور إلها علاقة بالسفر صار فيه نوع من أنواع التأخير عندهم أو تأجل السفر أو اتعطل أو التغى سفر لإلهم أو بينتظروا أوراق والأوراق ما إجد طبعا كله بسبب تراجع المشتري الآن المشتري رح يرجع للحركة الأمامية ورح يمكث في الدلو حتى يوم 29-12 يعني إلى يوم صباح 29-12 بعدين بنتقل وبروح على الحوت ولكنه الآن هو بحركة أمامية رح يعوض كثير من الأشياء اللي عطلها بتراجعه بالفترة الماضية بالنسبة للقمر زي ما حكينا الساعة واحدة وثلاث دقائق بتوقيت الأردن بنتقل القمر وبيصير في الحمل طبعا الساعة عشرة وثلاث دقائق بتوقيت جرينيج طبعا لما هذا الانتقال يصير فبيصير عندنا تأثيرات من تأثيرات برج الحمل في هذه الفترة يعني منشعر بطاقة كبيرة للعمل منكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هذه الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها نفق الدبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك يمكننا برضو الاهتمام بقصة شعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا عندنا زاوية وحيدة اليوم هي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين زحل وهي رح تكون في تمام الساعة 11 و14 دقيقة من مساء اليوم مساء متأخر يعني بين ساعات المساء المتأخرة عند منتصف الليل طبعا تأثيراتها بتبدأ هي من ساعات العصر أو ما بعد الظهر نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية بما أن القمر رح يكون موجود في برج الحمل معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعة عشرين عشرة بيبدأ في تمام الساعة 22 و56 دقيقة بعد الظهر وبيستمر حتى تمام الساعة 7 و58 دقيقة مساء لينتقل بعدها القمر لبرج الثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر القمر المحدى بـ 12 يوم في تمام الساعة 22 و14 دقيقة بعد الظهر بيصبح 13 يوم نسبة الإضاءة بصير 90% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 عشرة سعيد بنسبة 10% القمر في الحوت وبدأ ينتقل للحمل طبعا رح يمكثي لغاية يوم 20 عشرة منتحس بنسبة 30% الآن ولكن مع ساعة الصباح بصير سعيد بنسبة 10% عطارد في الميزان بيتراجع حتى يوم 18 عشرة ولكنه اليوم رغم تراجعه إلا أنه بشكل ثلاث زوايا قوية نعتمد ثنتين منهم إيجابيات فرفع نسبة السعودة لنسبة 30% ولكن تأثيرات التراجع بالظل موجودة الزهرة في القوس حتى يوم 5-11 سعيد بنسبة 30% المريخ في الميزان حتى يوم 30 عشرة سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلوب يتراجع حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلوب حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعاً بيظل التعب مسيطر عليكم حتى ساعات الظهيرة تقريباً لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب عشان هيك بيظل في نوع من أنواع الضغط من ساعات تقريباً الظهيرة هيك أو قبل الظهر بشوي بتبدأوا فترة أفضل بتعيدلكم نشاطكم المفقود ولكن بدك تحذر من مزاجك وعصبيتك وكلامك أثناء التعامل مع الغير لأنه ما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع الحدية وبحلقة الأمس حكينا السبب اللي هي الشمس وزاوية التربيع اللي رح تكون مع بلوتو فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب وبدك تنتبه لبعض التقلبات الصحية اللي بتيجي بشكل مفاجئ برج الثور بتنشطوا من الآن ولا غاية ساعات الظهيرة ما بين الأصدقاء بظل النشاط الاقتصادي موجود أو النشاط الاقتصادي الاجتماعي بمعنى آخر في منك رح يحقق بعض المكاسب خلال هذه الليلة أو ساعات الصباح الباكر وعلاقاتكم الاجتماعية زي ما حكينا بتكون في أوجها فممكن يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء الأصدقاء من ساعات الظهيرة بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم لأن القمر رح يصير في بيت المتاعب في الحمل فهذا الإشي رح يضغطكم شوي فبتكوا تحاضروا من الدخول في مناقشات أو جدال مع الأصدقاء لأنه ممكن هاي الجدالات تتطور للأسوأ برج الجوزاء بتكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل حاولونكم ما تهملوا أعمالكم ما تدخلوا بمواجهات أو صدمات ما بينكم وبين رؤساكم أو زملائكم بالعمل وما تجزفوا ما تغامروا لغاية ساعات الظهيرة من ساعات الظهيرة طبعا القمر رح يصير في برج حليف لأيكم فرح تنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأشخاص بترتاحوا لهم أو بترتاحوا لصحبتهم ممكن يتوجه لكو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة بوسعكم تحقيق أمني برضو بمساعدة صديق أو مساعدة بتيجي في ظروف يعني شوي مش متوقعة برج السرطان من الآن ولغاية ساعات الظهيرة اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بده يستعد بشكل جيد ركزوا بشكل كبير وبشكل واضح انتبهوا أثناء تحركاتكم وتنقلاتكم لأن الأجواء ما زالت فيها نوع من أنواع الضغوط حافظوا على هدوءكم وحاولوا عمكوا شوي يعني بلاش مشاكل من ساعات الظهيرة بتحتد الأمور أكثر وبتصير فترة مهمة بتمتحنك أهم شيء أنك ما تضعف وما تستسلم وما ترتكب الأخطاء حاول أنك تحافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك قدر الإمكان لأنه ما زالت الأجواء زي ما حكينا يعني فيها ضغوطات والقمر رح ينتقل لبيت السمعة برج الأسد من الآن ولغاية ساعات الصباح طبعا اللي ممكن هيك يصير في بعض الإهتمامات للأمور المالية المشتركة اللي عليه دين أو عنده ديون بده ينظمها بشكل جيد بدكوا تمتنعوا عن أي خطوة مالية جديدة ممكن إنها شوي تكون فيها سهوة أو تكون هيك غافل عن أمر معين فشوي ممكن تسبب لك بعض المشاكل فعشان هيك بدك تركز بالتفاصيل قبل ما توقع على أي ورقة أو تتخذ أي قرار طبعا من ساعات الظاهرة الأجواء بتتغير بشكل إيجابي أكثر فبتنشطوا في أمور إلها علاقة بالاتصالات والسفر البعيد وبتنجحوا بالمحافظة على مصالحكم الاجتماعية حاولوا أنك تنتبهوا أثناء السفر وتفقدوا كل الأوراق والأمتعة كما أنه عليكم في الفترة هاي عدم التسرع أثناء قيادة السيارة والتنقلات وحكينا أنه السبب أنه برضو الشمس وبلوتو وتراجع طارد في نفس المكان مع الشمس برج العذراء بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم من الآن لغاية ساعات الظاهرة طبعا القمر بمواجهتكم تماما وهذا الشيء بيأثر عليكم بشكل سلبي بيسحب من طاقتكم وبرضو بيخلي الأجواء مش مناسبة من ساعات الصباح لساعات الظاهرة بتحرك القمر بصير في البيت الثامن فبتنهمكم في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة ولكن بتكون تحذروا من النزاعات مع الشريك خصوصا في العاطفة أو المنزل حاول أنك تعمل كل شيء وحاول أنك ما تكبر المشاكل برج الميزان من الآن لغاية ساعات الظاهرة بتكونوا تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وحاولوا أنكم ما تبادروا لعمل جديد بتكونوا تنتبهوا برضو لصحتكم من بعض التقلبات لأن القمر موجود في البيت السادس يعني بيت العمل والصحة في ساعات الظاهرة الأجواء بتصير فيها إيجابية وسلبي لأن القمر بصير مقابلكم تماما فبترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بتكونوا تنتبهوا من النيران ومن الجروح والالتهابات على أنواعها لأنه شوي المقابل بضعف طاقتكم بشكل أكبر وما تنسوا أن الشمس موجود عندكم مع بلوتو بتخليك شوي مش مركز فبدك تنتبه من الإصابات برج العقرب بتظل الأمور العاطفية قوية عندكم وبتميلوا للتواصل والتقارب من أحبائكم والتجاوب معهم وهي فترة إيجابية بتظلها دعم لإلكم ولكن ما تراهن على الحضوب يعني بدك تتعب عشان تحصل هذه الإيجابية لساعات الظاهرة من ساعات الظاهرة القمر رح ينتقل ويصير في البيت السادس فبدكوا تنتبهوا لصحتكم وبدكوا تنتبهوا لعملكم أكثر بيغلب عليكم طابع العنف اليوم في نوع من أنواع العصبية رح سيطر عليكم بشكل أكبر وخاصة مع الحبيب أو مع الأولاد أو مع زملائكم في العمل فعشان هيك بتكونوا حذرين برج القوس اتجنبوا ادخال أي تغيير جذري على مسكنكم من الآن لغاية ساعات الظاهرة القمر موجود في البيت الرابع فعشان هيك بيجيب شوية أعطال وانهماك في بعض المسائل البيتية والعائلية فعشان هيك بتتركزوا عليها وما تهملوها في ساعة الظاهرة القمر رح ينتقل ويصير في البيت الخامس فبتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم ولكن حاول أنك ما تفتعل أي خلاف خصوصا في المنزل أو مع أحد أفراد العائلة أو مع الأحبة لأنه شوي مزاجك رح يكون صعب الميراس وتكون حاد شوي في طباعك برج الجديد اللي بيتقدم لإمتحان بده يركز بشكل جيد وكمان رغم هيك بدكوا شوي تهتموا ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالتنقلات اللي عنده تنقلات كثيرة اليوم يعني بده يركز على الطرقات أثناء قيادة السيارة وأثناء الحركة من بعض الإصابات الأجواء ما زالت فيها نوع من أنواع الإيجابية ولكن مع ساعات الظاهرة البيت الرابع هو اللي رح يكون الضاغط الأكبر عليكم لأن القمر رح يكون موجود فيه فالأجواء البيتية والعائلية هي اللي بصير بدها نوع من أنواع الاهتمام أكثر صحيح بتفضل أجواء البيتية أكثر من الأيام السابقة ولكن شوي العدوانية بتكون موجودة وهذا الإشي ممكن يسبب نوع من أنواع الخلافات بسبب تقلب مزاجك وسوء تفاهم بشكل مفاجئ عليك الحذر أثناء التنقلات وقيادة السيارة زي ما حكنا برج الدلو طبعا من الآن ولغاية ساعات الظاهرة بتكون تتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة لأن القمر موجود في بيت المال ولكن في فترة كله مسار لا تتخذوا أي قرارات حاسمة اليوم حاولوا تنظموا الميزانية بشكل جيد خففوا من النافقات قدر الإمكان في ساعات الصباح طبعا الأجواء رح تتغير لساعات الظاهرة بتنشطوا أكثر تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات من المحتمل إنه يعاني لبعض منكم من بعض المشاكل أو النزاعات مع رفيقه أو رئيسه في العمل يعني بمعنى آخر بدك تضبط أعصابك ما في داعي لأنك تفقد السيطرة الأجواء رح تكون إيجابية سرعة البديهة رح تكون قوية عندك وقدرة الإقناع رح تكون عالية جدا فما تحاول أنك أنت يعني تختلق المشاكل وتخسر الفترة الإيجابية برج الحوت طبعا من الآن ولغاية ساعات الظاهرة عندكم نشاط عالي جدا رح يكون بأكثر من اتجاه ولكن مع خلو المسار ما تبادروا لأي عمل جديد بل واصلوا ما بدأتم فيه من عمل من قبل في ساعات الظاهرة بتنهمكوا في أمور الحلاقة بضبط ميزانيتكم ولكن بيكون مزاجكم شوي سيء وبتكونوا قليلي الصبر وهذا الشيء ممكن يسبب لكم نوع من أنواع النزاعات مع محيطكم عشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب وانتبهوا للميزانية بشكل جيد ما في داعي يعني للإصراف بدون حساب يعني بمعنى آخر بدك تركز على الميزانية بشكل جيد وما تتهور بمصاريفك يابل ما ننهي طبعا بشكر كل الأشخاص اللي بشاركوا وبحطوا لايك وحتى اللي بحطوا ديس لايك يلا بنقولهم شكرا وفي نفس اللحظة الأشخاص اللي بيدعموا القناة إن كان بيدعموها ماليا أو معنويا الأشخاص اللي انتسبوا في القناة بنقولهم شكرا جزيلا للكم وخصوصا إنه العدد بدأ يعني يزيد شوي فعشان هيك شكرا جزيلا للمنتسبين للقناة حاولوا إنه ما تنسوا تحطوا اللايك وتعليق هيك عشان أحس أنا أنه شوي الأجواء إيجابية في النهاية والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قن Cher اشتركوا في القناة